بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإسلام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة العامرة بالخير من برنامج أئمة وعلماء آل البيت حيث نتابع معكم بيان السلسلة الذهبية من آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد أن ذكرنا الكثير من المعلومات المهمة عن سيدنا علي بن أبي طالب نشرع اليوم بالتحدث عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما هو سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الإمام السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبته وسيد شباب أهل الجنة أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد أمه السيدة الكريمة الحليمة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها كان مولده رضوان الله عليه في شعبان سنة ثلاث من الهجرة وقيل في نصف رمضانها وهو أول ولد للإمام علي والسيدة الزهراء رضوان الله عليهم أجمعين وعق عنه جده صلى الله عليه وسلم بكبش والعقيقة هي الشات التي تذبح يوم الأسبوع ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة وعقيق وعن أم الفضل أي زوجة العباس رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله رأيت في المنام كأن عضوا من أعضائك في بيتي أو قالت في حجرتي فقال تلد فاطمة غلاما إن شاء الله فتكفلينه قالت فولدت فاطمة حسنا فدفعه إليها فأرضعته بلبن قثم بن العباس وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ولم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية ثم روية عن ابن الأعرابي عن الفضل رضي الله عنهما أنه قال إن الله تعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم بهما ابنيه الحسن والحسين فقلت له فالذين باليمن قال ذاك حسن بإسكان السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين وعن جعفر الصادق عن أبيه عليهما رضوان الله تعالى أنه قال وزنت فاطمة عليها السلام شعر حسن وحسين وأم كلثوم فتصدقت بزنته فضة وكان الحسن رضي الله عنه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عقبة بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم قام وعلي رضي الله عنهما يمشيان فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يتبسم وقال الزهري قال أنس رضي الله عنه كان أشبههم بالنبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي وعن سيدنا علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك وفي بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ورد عن أسامة بن زيد الذي رباه عليه الصلاة والسلام أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق حفيده الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ورواه نعيم المجمر عن أبي هريرة فزاد قال فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني وعن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد مرفوعا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حفيديه القمرين الأسعدين في الدارين هما ريحانتايا من الدنيا وقد أنضى الحسن الصبت مع جده النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام زهاء سبع سنوات من حياته وكان يحبه الجد حبا جمى وفي يون من الأيام جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه ثم قال إن الولد مبخلة مجبنة محزنة أورده البيهقي في السنن الكبرى عن يعلى بن مونية الثقافي وقال المناوي في فيض القدير في شرح هذا الكلام إن الولد مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب مجبنة عن الهجرة والجهاد وفي رواية مجهلة لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال له محزنة يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه إن مرض حزنا وإن طلب شيئا لا قدرة لهما عليه حزنا فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه فإن شب وعقف ذلك الحزن الدائم فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على داب ولرجاحة تفكير الإمام الحسني مع صغر سنه رضي الله عنه فقد جعله النبي صلوات الله وسلامه عليه شاهدا على أحد عقوده مع ثقيف فقد أورد ابن سعد في الطبقات الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكتب كتاب لثقيف أن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله على ما كتب لهم وكتبه خالد بن سعيد وشهد عليه الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى نمير بن خرشة وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شارك الإمام الحسن في العديد من الغزوات والفتوحات أيام الخلفاء الراشدين الأربعة وكان له دور في فتح إفريقيا وطبارستان حيث يورد ابن الأثير في الكامل في التاريخ عندما ذكر حوادث سنة ثلاثين للهجرة أن سعيد بن العاص غزى طبارستان من الكوفة ومعه الحسن والحسين وابن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص وحذيفة بن اليمان وابن الزبير وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشارك كذلك الإمام الحسن رضي الله عنه مع أبيه سيدنا علي كرم الله وجهه في حروبه في معركتي الجمل وصفين وفي حروبه ضد الخوارج وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج أئمة وعلماء آل البيت ندعوكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة لمتابعة كلامنا على سيرة حياة سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما فإلى اللقاء